لو سبت نفسك لانهيار الإيمان بالله ممكن تمشي في سكة تبعدك أكتر رغم أن الإنسان لما إيمانه بربنا ينهار المفروض يدور على حل لإعادة بناء الإيمان ده أول غلطة بيغلطها الإنسان اللي ممكن يكون شايف نفسه ألحد أو مش معترف بجود ربنا زعلان أنه بيقتلع نفسه من مجتمع المؤمنين وبيبعد عن كل ما هو ليه علاقة بربنا ويبدأ يحط نفسه في المجتمعات عملة ناقش الفكرة مش بعلم ما هو ده مش مجتمع العلمة اللي يدلك على ربنا ويجاوب على أسئلتك مجتمع آخر زعلان أكتر وعنده أفكار ممكن تكون غربية أكتر ومنطق هو هش بس هو قوي في الأعداد وبفكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل فبدل ما الشكوك اللي جوايا والزعل اللي جوايا من قضاء ربنا أحلوا مع أهل الله يشرحوا لي باقتلع نفسي من مجتمع المؤمنين واروح في مجتمعات تزود شكي وزعلي واعتراضي حاجة تانية بداعي وهقولك حاجة سايكولوجيك لي عند البني آدم كده بداعي بطولة مزيفة إن أنا زعلان من الدين وزعلان من فكرة الإله وببدأ أجادل وانشر فكرتي بيسموها العلمة الصلابة النفسية المزيفة وبيقولوا إن البني آدم لما بيكون عايز يوصل للناس إنه مؤمن بفكرة قوي بيدعي تمسكها بزيد عن زون عشان يجادل بقوة وبشيء كده من الصلابة بس هو من جوة مهزوز وأقولك إن هزتك من جوة دي نعمة يمكن الهزة دي هي اللي في يوم من الأيام تقعد كده وتقول أنا محتاج أرجع لربنا عيش من غيره إزاي ولو زعلان من قضاء ربنا قضاء في الدنيا أو شر أنا شايفه بيحصل أو حاجة حصلت معي عكس المتوقع أو معلومة علمية أثبتت لي بمنطق غلط عدم وجود إله وإن الدنيا جات من حاجة فارقعت ولا انفجرت الهشاشة اللي جوة دي نعمة يمكن تكون سبب إنها ترجع بس للأسف فيه الدعاء للبطولة المزيفة بيخليك ممكن تبقى فتنة لغيرك آه آه أنت ممكن تجادل إن مفيش ربنا وتجادل إيه اللي بيحصل في الدنيا وكان الإله رحيم ما كانش ساب اللي بيحصل ده فواحد ضعيف مننا يتفتن أنت بعد كده ترجع لربنا وهو يكون غاب وضاع في الإلحاد بسبب البطولة المزيفة والجدال اللي أنت عملته عشان كده في وقت من الأوقات ربنا قال للمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون الخرص هو الفتي هو الأي كلام كده وماشي وراء الأي كلام اتباع الهوى ففي وقت من الأوقات يا صديقي لو حسيت إنك بتبعد وداخل في سكة إلحادية كده أقف وقبل ما تنتمي لمجتمع الملحدين لو سمحت روح اسأل اسأل أهل العلم وجاوب عن شكوكك وأوجاعك اللي في طريق ربنا يمكن ده يساعدك على إعادة بناء وترميم منهارة من الإيمان